السلام عليكم ورحمة الله رح نكمل وياكم القراءة للصف الثالث الابتدائي وصلنا صفحة 36 البستاني نقرأ مع حل الحوار والتدريبات طبعا هذا يحفظها الطالب البستاني حفظ هو اسم الشاعر اللي هو من الأردن فايد العمروسي البستاني تراه في الصباح يعمل بانشراح يقلم الأشجار ويقطف الأزهار وحوله الطيور تحط أو تطير تلاعب الأخصان وتنشد الألحان ما أحسن البستان يعيش في أمان فعيشه سعيد وجهده مفيد في الماقلة يحفظها الطالب خلينا نحل الحوار والتدريبات صفحة 37 يلا عيني من ترى في الصباح بين الأشجار والزرع والأسهار نرى البستاني نرى البستاني ثانيا ما الأصوات التي تسمعها في أثناء تجوالك بين الأشجار والأزهار أصوات الطيور نسمعها ثلاثة هل تحب حياة الفلاح ولماذا نعم لأن حياة الفلاح هادئة والعيشة يعني بها حياة سعيدة وهادئة حلوة أربعة ما الأعمال التي يقوم بها البستاني في الصباح طبعا يقلم الأشجار ويقطف الأزهار خمسة كيف تكون سعيدا في عملك لما نحب عملي يعني عندما يكون الإنسان يحب عمله هو يكون سعيد تدريب الأول اكمل هاي هذا المحفوظة تراه في الصباح يعمل بالشراح يقلم الأشجار ويقطف الأزهار وحوله الطيور تحط أو تطير تلاعب الأخصان وتنشد الألحان تدريب الثاني يضع الكلمات المحصورة من بين القوسين في أماكنها المناسبة بعد قراءة المثال الآتي الفلاح الصباح الطيور ما أحسن البستاني نقول ما أجمل الصباح نخلي هناك كلمة الصباح ما أسعد الفلاحة ما أروع الطيورة والخط تكتبها خمس مرات بدفتر القراءة ما أسعدني إذا رأيت بلادي أرضا خضراء إن شاء الله التوفيق ترجمة نانسي قنقر